هاد الحلوان بثلاثة مكونات فقط و بدفعة واحدة حضريها في دقائق هاد الحلوان مكتخطانيش نهائيا في كل عيد وسبق لي شاركتها معاكم كل سنة كنشاركها معاكم وهاد السنة كذلك غدي نشاركها معاكم بواحد شكل لي هو رائع وجديد على بركة الله كنحتاجوا واحد العلبة ديال الزبدة لي كتوزن مئتان غرام الزبدة تكون لينا يعني ما تكونش من قبل في التلاجة من بعد كنحتاجوا اربع قطع من الجبن المتلت حتى هو ما يكونش في التلاجة باش ينساجموا لنا بسهولة كنضيفوا القطع كنفتحوهم ونضيفوهم على ديك الزبدة ومن بعد كنحتاجوا واحد الكيس سكر بنكهة الفانيلا هادي كتبقى غير نكهة باش كننسمو بها هاد الحلوى لكن المكونات الاساسية هما الزبدة والجبن ودقيق سفي كنجيوه كنخلطو الزبدة مع الجبن جيدا حتى كنساجموا من بعد غدي مبدأوا في اضافة الدقيق الكأس الاول اللي كنعملوه هنيا الكأس لقياس ديالو 150 ميلي لتر وكيوزلينا 100 غرام في الدقيق كنحاولو ندخلو داك الكأس الاول في الخليط ديالنا السابق وبنسبة الاخوات اللي غاي سولوني واش الحلوى بدون سكر راها بدون سكر وبدون خاميرا وجربوها وردو علي الخبار راها كدجي خاطيرة هدي من افضل الحلويات عندي كنضيفوا الكأس التاني وحتى هو كنحاولو اننا ندخلوه في داك الخليط الاول ومن بعد كنحتاجو نصف كأس يعني في المجموع كنحتاجو الكأسين ونصف من دقيق هادشي اللي خدثت مني انا انتوما ممكن تاخد منكم اقل او اكتر بشوية على حسب النوعية ديال الدقيق سافي العجينا راها هاي العجينا راها سافي متماسكة وهي هادك يعني كأسين ونصف اللي احتاجينا هوا النصف اللي تبقى لينا من الكأس الثالث من بعد على بركتي الله غادي نجيو وغادي نبدو في التشكيل مباشرة شوفوا العجينا كيفاش كتجي كنجيو وكنقسموها الى نصفين وكنشكلو منها واحد الكورات من بعد على بركتي الله كنرشو الدقيق وغادي نحاولو اننا نبسطوها او لا نشكلوها بهذا الشكل هني ايا غير بحكم تصوير ما بغيتش نشكلها طويلة بزاف فشكلتها هو الاول هكا من بعد غادي نقسم كله واحدة الى نصفين وغادي نشكلها من بعد كما غادي تشوفوا معايا ضروري ترشو دقيق باش ما تلتاصق لكمش من بعد كما قلت لكم غادي نجيو غادي نقسموها وصافي وغادي نعملهم جانبا وقد بدأوا على بركتي الله باللولة وكنشكلوها بحيث تكون على حسب انتو ما انا عملتها صراحة ما عملتها شرقيقة بزاف لاني هكا بغايت الحلوة تجيني كبيرة في الحجم سافي خدوا بعي الاعتبار انها رشوية كتنفخ في الفرن هنا يشتو الصمك باش شكلتها بنفس طريقة كناخدوا واحدة اخرى وكنشكلوها سافي كنستمروا بنفس طريقة غادي نشكل بهم الجوج ديال العجينات اللي تبقاوا لها من بعد كنجيبوا واحد انا غناخد القياسات بهد الفاني غادي نجيب هد صاشي ديال فاني وغادي ناخد بها القياسات صافي ومن بعد كنناخدوا سواء سيكين ولا القطاع ديال بيزا وكنبدا ونقطعو بشكل طولي انا هنا يراني يراني كنصور وولدي حدي ايا كيبكي وكيجر فيا اللي يهديهم يا ربي صافي هنا ايا كنجيب وكنبدا ونشكلو يعني كنحاولو اننا نجمعو اه الطرف مع طرف وكنحصلو على هاد شكل طريقة سهلة سريعة والنتيجة ديال هارا كدير رائعة والديدة بزاف 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 هاد الحلوان ما كتخطانيش نهائيا نهائيا في كل عيد كل مناسبة ولها كي لا تشهيد شي حليوة فضروري انني كنحضرها كدجي روعة وخلع جينا ما فيهاش سكا فرغير جلبوها وردو عليها الخبار سافي هنا يا غنستمر بنفس الطريقة هتا غادي نكملو كل كيمياء اللي متوفرع عنا سافي هكا قمقوا غادي بنفس الطريقة لكن في الاول ضروري انكم تكونوا راشين سطح العمل بالدقيق مزيان باش ما تلتصق لكمش من بعد هنيا عندي مشكل في الإضاءة شتوا معايا عندي واحد مشكل كبير في الإضاءة سافي هنا يا غادي نشكل كل شي وغادي نجيب واحد صفيحة ديال الفرن اللي مدهونا بالزيت وكنبدو نوضعو هاد الحلواء ديالنا في صفيحة ديال الفرن وهنايا في نفس الوقت را كان عملو الفرن يسخن يعني غير كان بدو نحضروها كان سخنوا الفرن كان عملوه على مئتان درجة مئوية ومن بعد ما كيسخن كان نقصوا درجة الحرارة المئة وخمسون سافي من بعد كان جيو كان عملو واحد اللوزة في وسط كله واحدة اللوزة ولا ممكن تعملو احتى الكوكاوي لابغيتو انا هنا عملت لوزة باش احتى هي شكل ديالها بحل يعني بحل وسط ديال هاد الحلواء بحل الدميع سافي بنفس الطريقة غادي نستمرو نحاولو اننا هادك اللوزة نضغطو عليها باش زع ما ما تخرج ليناش من الفرن او لما تطح ليناش من الحلواء من اللي نخرجوها من الفرن عفوا سافي من بعد غادي ندخلوها الفرن كما قتليكم غادي نقصوا درجة الحرارة المئة وخمسون ونعملو النار من الاسفل كنخليوها حتى كتتحمر لنا من الاسفل من بعد كان نحمروها من الفوق علاش كنعملو درجة ديال الحرارة خفيفة باش كتجينا الحلواء مقرمشة هنيا حاولت انني نزيد نحاولو نضغطو عليها ونعطيو هادك الشكل من الامام يعني كنجيو من الامام ديال الحلواء وكن نرقوها شوية كنضغطو عليها بالاصابع سافي وبعد ما غادي نخرجوها من الفرن مباشرة وهي بقى سخونة يعني متخلوها كتت برد كنجيو وكنعملوها في السكار بودرة ولا السكار غلاسي هدايا كنحاولو نعملوها في السكر ونخليوها شوية هادو كلولين فاغير عملتهم وهزيتهم مهزوش لي بزاف ديال السكار غلاسي وحتى المشكل من الاضاءة يعني الاضاءة رفيها مشكل كبير من بعد الحلواء اللي تبقت فكننعملوها هكا سافي وكنهزوها شوها ديال دابا سافي لسق عليها السكار بها الطريقة مزيان وكنستمرو بنفس الطريقة حتى كنكملو كل كيمياء ديال الحلوة اللي عندنا هادي النتجاة النهائية ديال الحلوة ديالنا هنا يتصوير مع طهاج حقها كتجي رائعة فشكل وفي الماداق اروع وفي نفس الوقت هشيشة انتمنى تجربوها ستعجبكم 100% لا تبخلوش عليها بتعليقاتكم ودعواتكم شكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة